نصل بكم مشاهدين الأكارم إلى ملفنا الثاني خلال هذه الأمسية سنتحدث عن مجموعة سوبي للصناعات الغذائية التي اتجهت لمنتجات صحية تراعي حتى ظروف مرضى السكري سنتحدث عن طبق الكوسكسي هذا الطبق الشعبي لسكان شمال إفريقيا كيف نجعل هذا الطبق صحي وهل تعمل عدد من المؤسسات التي تختص في الصناعات الغذائية لتكييف منتجاتها مع صحة الإنسان تحدث كذلك عن الرهان على تصدير خارج قطع المحروقات هذه المؤسسات التي اقتحمت أسواق خارج البلد وضرورة قيام رجال الأعمال في الجزائر بدوره من النهوض بالاقتصاد الوطني نستضيف سيد ريدا حشلاف رئيس المدير العام لمجموعة سوبي للصناعات الغذائية مرحبا بك معنا مساء الخير معنا كذلك فيصل حدى رئيس جمعية مرضى السكري مرحبا نبدأ من رئيس المدير العام لمجموعة سوبي التي تنتج مواد غذائية تراعي صحة المستهلك كيف حتى مرته لهذه الفكرة أن تكون عندكم منتجات تكون فيها ألياف وتراعي صحة المستهلك خاصة مرضى السكري شكرا في الحقيقة ننتج مواد غذائية منذ أواخر بداية الألفينات أواخر تسعى وتسعى تسعينات ننتج مواد معروفة بعالمة ماما من جون الجمهور كله يعرفها كل مواد منها الساميد الفارينة الكسكس العجائن وفي أواخر منذ أعوام فكرت أن نرجع الكسكس أصلي كانوا يديروه ماماتنا كما يقولون وأن هذا كان في نمط تقليدي لكن لا يخفش عليكم بكري الأم كانت تطحن القمح تطحنه بالحجرة والحبة على القمح يقعد فيها سميدها ونخالتها لكن مع العصرنا منذ ريفولي سوان ديسخيا في الخمسة وربعين في أوروبا صاد فيها مكينات وكذا والأم تصفي القمح والأم فارين بلونش والأم سمول صافية وخلينا منطبيعة ما فيها وهي الألياف ونحيو النخالة لتحتوي على الألياف والآن منذ أعوام في العالم بأسره الناس فاقت بالمادة هذه يخلوا منها منطبيعة وحتى في البلدان الأخرى راهم راحوا يديروا عجاء كاملة وفارينة كاملة باش يعودوا يحطوا الألياف لأنه رأوا أن الألياف هذه اللي كانت تخص في البنتوش لهم كانت نقصت من نوتريتيف من الكوتي صحي فبالتالي قلنا لماذا لا نروح الكسكس كسكس كامل كسكس القمح الكامل وشفنا بعد رأينا بالأبحاث لما يكون الكسكس بالقمح الكامل هذا يعني يساعد كثير من المستهلك يساعدوا في صحته خاصة أن الترانزيت والمليح يعني الترانزيت أليمونتار يقعد مليح الكولان يخدم أحسن شفنا بعد ما أبحث مع النيتريسيونيست باللي ينقص من مادة الكوليستيرول مهما يتجنب منه الإنسان أنه يطيح مريض يعني بالأطنسون أكتيريال بسك الكوليستيرول معروف أنه يقدر يسبب يعني ديه وبالتالي كذلك أنه الألياف هذه الكسكس بالألياف يعني الكسكس هو بلي كومبلي لما يستهلك الإنسان يعني الألياف لا تخليش يعني السكر يطلع بطريقة يعني رابيد لهذه اللي ميحبهاش المريض بالسكر نعرف بل المريض بالسكر هو مرض يعني لما طيب نسأله فقط فيصل أحدى إلى أي مدى تكون بعض من المواد اللي في الأسواقنا تسبب في تضاعف هذه الأمراض وفي مرض المستهلك أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المستهلكين ثانيا نشكرك على الدعوة عليكم جميعا ثالثا أنا بود نشكر المدير العام اللي يراه قائم على هذا المنتوج اللي خرج جديد وكفانة فقرا أنه جزائري الحمد لله فيما يخص المصابين بداء السكري نعرف نحن المصاب بداء السكري هي كل مكبولات اللي ترفع نسبة السكر التي عهو في الدم وعند ارتفاع السكر في الدم يسبب مضاعفات مضاعفات وخيمة ووخيمة جدا من أولى المضاعفات والإصابة بالضغط الدموي يقول المصاب بداء السكري عند السكري يزيد عنده لا تنسيون نقولها بالعامية لا تنسيون صح ولا تنسيون مصاحبة بأمراض كفقدان البصر عز في الكيلة حتى بطل أحد الأعضاء السفلة كما نقول نحن بحيث تشير لامبيتاسون تاع السكر لتعليل في دي ذلك ماذا بنا نحن نوعي والمواطن العام والمصاب بداء السكري بصفة خاصة نحن التوعية تكون عن طريق أيام تحسيسية وتوعية نقوم بها على مدرسنا دي بوشاوري معالي مالد ومعالي أنه مالد على المريض على الشناب المضاعفات السكري تكلمنا فيها أما المواطن العام الشناب إصابة بداء السكري من خلال من خلال التحسيس والوقاية في التغذية نعمل كثير على التغذية الآن الواطن لازم يصبح يعرف ينتقي المأكلات ليأكلها ويشريها من الأسواف شك سبب مرض الجزائرين وهي التغذية حاجة الأولى ليتمر بالجزائرين سوى السكري الضغط الدموي حتى مختار في السرطان بما فيهم سرطان الكولون اللي رأوا موجود في الأول رأوا رقم واحد في الجزائر بالنسبة للرجال لهذا نحن نتكلمه ونعوده نقوله النظام غذائي الصحي المتميز يتكون في الخضروات والفواكه والخضروات والفواكه لماذا؟ لأنه عندهم يعني الفيبر الألياف والألياف تساعد على امتصاص السكر في الدم سما ما تطلع سالسكر كما يكون بدون ألياف لهذا نحن نتكلمه مع المواطن العام على اجتناب كل ما هو اللي فارغنا خاصة اللي رأي موجودة والأخذ من السكرية التقليل من السكرية أنا نأخذ ورأي اجتناب اجتناب بالسكريات ولكن بصيفة بصيفة عامة نقوله التقليل من أخذ السكريات بما فيهم هذا الكوسكوس حنا نحكي لك زمان كنا يعني عندنا مشكل باش ننجوز المساج بورين ماما ولا أبا كبير السن الأب تعنا والأمهات تعنا نقول لها نعطوك ونعطوك تركلي طعام الكوسكوس يعني المشهور وهو اللي يجمع كل الجزائرين طبق اللي يجمع مع كل الجزائرين صحيح سوى شرقي جنوبي ولا شمالي ولا غربي كلهم تجمعنا أكل واحدة هي الكوسكوس لذلك الكوسكوس أنا فور ماسي لبريمير أجريا صح حاجة تانية هو أنه بالنسبة للمصابين بدا سكري نقول لهم تقدر تأكل بصح نحدد لك الكمية وزي ماجينيك إنما مو تقول نحدد لك الكمية تأسبعة مغارف تأسبعة مغارف شغل موش منطقي واشي الموش منطقي هو منطقي بالنسبة للصحاتها منح تأكل سبعة مغارف من موش منطقي كيفاش باش نوعيها ونشوفها بأنها شغل في حصرة كي تكون رايحة نخلوها شغل حزنانة علش كنا نحدد لها المقدار واش تأكل وسبعة مغارف كما نقوله العامية القطة ما تشبهها تقولون كيفاش راح تسمعها أستاذ ريدا حشلاف قول لي أنتم مؤسستكم لماذا اتجهتوا للكسكس تنتجوه بالألياف يعني به بالنخل القمح الكامل هل عندكم نتوجات أخرى تراعيوا فيها هذه الشروط للكسكس فقط لا عندنا الكسكس القمح كامل عندنا العجائن بالقمح الكامل بعالمة قريدو وعندنا الكسكس القمح الكامل بعالمة ماما وضحبتوا أن المستهلك يقبل عليها نعم هذه البداية يعني غير كي مدر أنها بسوء عنده تقافة يفهم أن هذا القمح الكامل المادة التي فيها الألياف والتي تساعده في صحته يعني الناس التي تعرف تستهلكوا وكان لها الناس التي تجربت وعجبها لأن هذا مادة جديدة عمرها ما تخدم في الجزائر يعني كسكس بالقمح الكامل فبالتالي كان كثير من الناس التي صابوه في السوق تناولوه وراهم يتناولوه أنا واحد من الناس يريد أن تستهلكه غير هو يعني نأكل طعام يأكل طعام بالقمح الكامل يعني الإنسان وقاية كذلك من الأمراض فبالتالي اليوم رانينا نخدمه في كسكس الشاعير كذلك لكن الشاعير مش كما ليخدموه باليد شاعير 100% شاعير يعني تانيت هذا منتوج نحن الوحيدين اللي نعمله فحنا نتجهنا نحو هذه المتجد كان تقليدية في مماضا وكانوا عن جداتنا يعملوا هذه المتجد حابنا نرجع في متناول المستهلك الجزائري يعني مواد يعني مصنعة مصنعة عن طرق يعني حاصرية لكن فيها كل يعني الفايدة اللي كانت كما نقول مواد تعزمان للمستهلك نساها فبالتالي نحن اليوم رانينا متجهين على مواد صحية عنا ما زالوا كتير مواد راح تخرج لجستمت راعي صحة الإنسان وعلى سبيل المثال نحن كنفئة تنتف المجتمع اللي عندها الانتوليرانس وغلوتان لرحمة القاش ما تنجمش تاكل إذا كان لديابيتيك عنده الحق يأكل سبع مغارف تح كوسكوس عادي فاللي عنده مراضي تسيلياك ما عنده حق يدوق كل ما هو فيه الغلوتان يعني فارينة سميد كوسكوس يأكل غير ما فيهش الغلوتان وإحنا قدرنا تجارب على مادتين مادتين الدرة كوسكوس الدرة وكوسكوس الأرز مشيتوا في إنتاج هذه المواد جربنا دلنا التجارب والتجارب كانت جدو يعني مشجعة لكن باش نجوز لأنها تكون إنتاج يعني كامل لازم تكون يعني المصنع يكون بعيد على المصنع الأول باش ما تكون شي كونتاميناسيون بالغلوتان خاطر مصنع فيه الفارينة والسميد فيهم الغلوتان ما تنجوش الماشينات صنع فيها من خلال دراستكم للسوق الجزائرية فيه ستوقعوا أنو في إقبال على هذه المتجارب نعم نعم حوالينا كنشوفو في العائلات كنانان مادهد سيلياك ما يلقاوش لدينا مادهد سيلياك و هذا vraiment c'est un produit يعني qui nous tient à coeur que nous allons faire انشاء الله prochainement on attend de faire un investissement nouveau spécialement للمعادهد سيلياك و نظن يعني اليوم nous considérons que nous sommes une entreprise citoyenne لازم تكون الشركة لازم تكون وتراعي الجانب ما فيه فائدة للأمة طيب سي فيصل إشكال كبير في الأغذية و في المواد التي تسوق في أسواقنا تكت حدث قلت الكثير منها لتسبب مرض سكري و الضاعف من هذا المرض الآن المسؤولية عند الأولياء أولياءهم لي خيروا وشيشريوا لولادهم ويربيهم على ثقافة أكل صحي نعم شو بالنسبة للأولياء أنا كين أغلبية الأولياء الجزائريين نراهم لأنهم لمسؤولية لماذا؟ لأنه لما نشوف ونحن دلنا صبر آراء لما ندير أيام تحسيسية قلنا ندير في جران بيبليك وين في جران بيبليك يعني فقط بيقوصين تقافة عند الجزائريين أنه يعني الأب لما يبكير وولده يشري له الحلوى صح لا يحتي يبكير ويقول لأخر كلا وانا لا يشري له بس كلا شيبس وشرب غازوز وشرب أكلات غير منصوح بها لماذا؟ لأنها محرامة غير منصوح بها صحيا لماذا؟ لأنها أسباب ومضاعفات وصاب بأمراض مؤمر وزارة الصحة وزارة تجارة وزارة الصناعة اللي تطبق التعليمة اللي كان صدرتها ويتحركت في هذا المجال إن شاء الله يعني هو التقليل بالنسبة للسكريات خاصة خاصة لبوصن أنا نقول لك حاجة ما عندهم شرق ما دابين ما ماذا المصنعين أنا ما دابين يكونوا كمارد عشرات اللي جاتوا الفكرة أنه صاحب وكانت عنده حكاية إن شاء الله يعني يكون عندهم ضامير يكون مسؤولين جزائرين خاصة مسؤولين المؤسسات هذه يعني ذكرنا عندنا شعب ممكن مقبيل على هذا شعب شعب ماريد يكون في 2040 نكون أغلبيتنا مصابين بالسكري أغلبيتنا مصابين بالضغط دموي ضغط الشرياني أمراض القولون الكونسال دو قولون روح حاجة خطيرة ما تنساش مئة بالمئة من النظام الغذائي الغير متميز والغير الصحي الموجود في المتناول الجامع كالسكريات وخاصة خاصة لما شرنا في وقت سابق على القهوة الممزوجة بالسكر وكأين الرقابة ما دابنا نظر يا ناس خافوا الله عز وجل في هذه الناس هذا ما كان كان فئة اللي راه كما قال بارك الله حتى يعني مرضى السيليات اللي ما عندهم شوش ياكلو لحقنا وين أنا نعرف مرضى السيلياك كاين ما يلحقش 45 ألف 50 ألف اللي باردوية وشي شريعة كيفاش شريعة وش راح يكون مواد في الغالب تكون مستوردة مستوردة ومستوردة ولو يعني غالية الثمن غالية الثمن باهية الثمن راه ما يش من تناول جامع أنا كان عندي مصاب بالسكر وعنده السيلياك كيف هذا دور مستطمرين الجزائريين بارك الله أنا مدابين المستطمرين يكون عندهم آثار إيجابية باش يشوفوا صالح تاجر تاجر يجيبوا ولكن صالح المريض وصالح المواطن الجزائري صحيح ريدا حشلاف حكينا هذه القصة لماذا توجه المجموعة صوبية لصناعات غذائية لهذه المنتجات الصحية لتنتج منتجات بين القمح الكامل بدون يعني تسامو في الحقيقة هنا نكدوت عندي صديق الله يرحمه وفا كنا في وليما في عرس وتعرفوا بالعرس يعني طابق طعام وكنا في عرس وحقيقة كنت تناوياه صديق طبيب كذلك وكنا في طاولة وصح الكسوس كان بنين ريمون كان إكسيلون ويودي كي سربا قلت له أنا أسمع سرب بشوية عندك ديابات انتقلوا الطبيب قالوا نعم ما تاكلوش كامل كامل تبسيتها والأول وزاد كي زاد نار ليه الطبيب قالوا خليني ناكل قالوا طعام كما هذا بنين عندي بزا ما كيتش بنين كما هذا خليني ناكل يعني بشوف الإنسان الماكلة إنسان عنده يعني يعني الواحد يشد روحو فمخبيش عنه قلت يجب نخمم في حاجة اللي البرمي والجن تكون عندهم البن دو بن دو بيان حاجة اللي بنينا وتعطي دو بيان يعني تكون صحية ومن داك النهار ونحن نخمم في داك شي بدنا دابور نوفر السوق بالمواد يعني العامة اللي هي الكسكس العادي والكسكس معروف في السوق وبعد ذلك رحنا قلت لجماعتين عن نكيب مليحة كجري مرسي تعني على الأوكازيان نطق سيرفيس تعني تحرش الديبلوب يعني كفاءة لهم الآن لازم نتجهوا في منتوجات اللي تمد حاجة يعني الأحسن للمواطن وبالتالي كانت يعني هذه الأفنتور والحمد لله يعني كانت واجب مليح في الرزولتات parce que سنسار من يعني يعني كسو كامل الناس اللي عملوا فيه كسو من جهة المولان اللي يعطي المادة الأولية أو من جهة الرسپنسا البروديكشن تعل الماشين كلهم يعني داروا يعني مجهود وخرجوا منتوج جدو جدي بصراحة هنا في العاصمة كان مدرسة عليا لتطوير هذه المنتوجات الغذائية معروفة على مأدون الحراش أو شرق الجزائر العاصمة استعاملوا مع هكذا خبراء جزائريين مختصين في تطوير هذه المنتوجات الغذائية احنا عنا جامعة يعني قدامنا هي جامعة البوليدة يعني من أكبر الجامعات في الجزائر وعندنا إنستيطوت يعني تعالي لأكل دمون غيم على الجامعة اللي عاودنا اسمها لإستال اللي عاودنا موضة بضرة من عند المصنعين باش عاودنا درناها في انفنكسون باش تكون يعني نتخرج الناس يعني يكوف في في الميدان تعنا وفيما يخص الجامعة احنا يجونا بزاف يعني طلاب من الجامعة يجو عنا يديروا دستاج وكان يعني الجامعات تحسط بهذه المبادرة حتى وين طلبوا منا ان الريسپونساب دو بروديكشون تعنا اللي هو يعني كفء جدا انه يروح يعطي دروس في الجامعة فبالتالي كاين يعني تبادلت كثيفة مع الجامعة نعرفو بلي تم وين كاين الادماغة باش تنجم ديروا دي ريشيرش وكاين جبتلنا النشاط هذا النشاط ركم تنظموه هذا اليوم هو عبارة عن يوم تحسيسي وتوعوي ممكن باش نشوفوا المشاهدين في ملعب عشرين قوت يوم يوم السبت 11 نوفمبر نظم ايام هي بمناسبة يوم العالمي دأسو كان مصادف 14 نوفمبر ولكن دلنا احنا 11 نوفمبر لانه يوم سبت يوم عطلة يكون فيه عدة برامج يكون تحسيسوا ووقايا فيه أطيباء مختصين في هذا المجال فيه أخصائين في التغذية فيه أخصائين نفسانيين وكيين فيه أخصائين في التربية الصحية وفي الرياضة الصحية لماذا نقول رياضة لأنه درنا ارتعينا باش نضموها في ملعب عشرين قوت لنحيي البلدية محبل وزداد اللي فلحتنا الأبواب باش نضمنا هذه التظاهرة حتى يعني ربيطة الكورت القدم سمحتنا باش نضمنا هذه التظاهرة سهلونا الأمور يعني الدعوات دعوة أمة لكل مصابين وغير المصاب يجي الملعب عشرين قوت الدخول مجاني بينه وزيد على دير كان أطيباء يسأل كان تشخيص دق السكري كان تشخيص ضغط الدموي وكان ألعاب وكان يعني نحته حنا خاصة خاصة شباب جزائري شباب جزائري اللي أنا نتكلمه نقوله أغلبيته لأولا يدخن لما يدخنش ولا يدير شما لهذا ما دابنا نوعي الشعب الجزائري والشباب الجزائري الكث عن تدخين والرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة بارك الله نستغل الخمس دقائق المتبقية لدينا للحديث مع السياري داحشلاف أنت كان مستثمر جزائري من هنا في شؤون اقتصادية تهم البلد ريهان على تصدير خارج قطاع المحروقات هذه المؤسسات الجزائرية أنتم تصدروا أول شيء أنتم تصدروا للخارج كيف اقتحمتم معالم التصدير بما أنه عمر المؤسسة أكثر من 15 عام هكذا يعني تقريبا من 99 يعني 2000 بلدان يتصدروا لها وكيف باشرتوا هذه العملية نحن رحنا للتصدير وكان عنا في 2013 كان عنا مبريد مبريد للتصدير في 2013 ونحن بدرنا في التصدير خاصة الاحتكاك بالأسواق الخارجية لأننا عارفين لأننا لا نعيشون في وحدنا في بلد لأننا في عالم اللي هو فيلاش كما نقولو أسواق إفريقية خاليجية موروطية وخاصة نحن كان اتجاه تعنا الأسواق الأسهل هي الأسواق الإفريقية فبالتالي كان لصيد ياو فيها 330 نسمة لعندها نمو مليح فبادرنا يعني باش نصدرنا لتم كتير وعلى هذيك لجانا لكن كنا نفوتوا على الطريق يعني الطريق ثم بعد ذلك لأسباب أمنية الطريق غلقة فاضطرنا أننا نكمل التصدير عن طريق البحر لكن عن طريق البحر معناش يعني الطرق سفن تذهب ديركت يطولوا يعمل تقريبا شهر وعشر يام مكلفة والوقت وكنا على الطريق هو الأفونتاج تعلق الجليس عندها حدود مع الأفريقية على الطريق في أسبوع البضاعة تكون عند الزبائن فبالتالي يضطرنا نكمل الزنغازمون اللي كانوا عنا ويعني مع أي فرق يحبسنا وذكرنا نصدروا البلدان أخرى عنا تصديرات البلدان ككنادا كإسبانيا كفرنسا كالقطر كالإمارات العربية التي تتجاو كثير مع المنتجات تسوق في هذه البلدان بشكل عادي الآن نصل لما صرح به الوزير الأول قبل أيام من الآن قال أن رهان النهوض بالاقتصاد الوطني هو على رجال أعمال الجزائريين وليس على الأجانب خاصة القطع الخاص وتحدث على مشكلة الفتح مصانع عمومية وما إلى ذلك المهم الحديث هنا عن الصناعات الغذائية الكثير من المختصين يقولوا أن الجزائر تحتوي على أراضي شاسعة وممكن أن ننجح في الفلاحة الآن الدور أمام مستطمرين ينجح في الصناعات الغذائية نقول لك في الصناعات الحمد لله في الجزائر كان مصنعين لحقوا الأندقية كالأوروبيين كان ميادين نسيطر عليها لأننا الكفاءات وكان ميادين وين نجيبوا بعض أراضي لكن المشكل للتصنيع في الجزائر هو العقار الصناعي يعني أنا أعطيك مثال أنا وحدي عندي تخوى بخوجي واجدين وراهم في التغواق مع الجانب المتريزي ومشي نشي عليهم مشي والمشكل وين كان أنه ما كان عقار صناعي العقار صناعي لم يكن أنه كفيه بيروقراطية لا ما كان عقار صناعي خطر ما يخفش عليك كان يقول لك روحوا لبلاطو روحوا لهذا الصناعة مشي غير العقار لازم مناخ يكون صناعي فبالتالي إحنا لما نكون على ساعة مثلا الصناعات الغذائية تحبل أنه وين تكون يعني كما نشوف اليوم يعني بعض الأقطاب فيها صناعات كما الحليب رهوا جهة بجاية كنشوف شحاك مثلا زوج معروفين في الحليب رهوا في بجاية في الميدان تعنا البوليد قطب قوي في هذا الشي فبالتالي لازم يكون المصنع حتى أنه في الجهات لا يوجد عقار صناعي منذ 25 سنة لنشوف في التراب من عند البخيفية لكن تكلفها غاليا من جموش نروحه حتى الأجنبي تجيب وتقول هاي تكلفة التراب يعني أسعار جنونية والصح والمصنع لأن المصنع راه هنا باش يخدم 50-60 سنة ولا فالغا جوتي في المصنع مش في العقار صحي فبالتالي نقول لازمنا عقار صناعي نفتح عقار صناعي كثير يقول لك يودي روحوا بعد لكن لازم لك مناغ تجيب ديز اترانجي لازم لهم يكونوا كالي كوموديتي حنا عنا دي باقتنير قلنا لهم لازم تجيبوا توم التكنيسيين أو موال لخمسة سنين حتى نتعلم المادة الموال باشا تعنا فبالتالي لازم يكون هاوليك هذه المشاكل تمنى ان شاء الله ستكون رسالتك وصلت للمسؤولين خاصة دائما الحديث يكون بقوة على مشكلة العقار الصناعي على كلين سنخصص لهم مواضيع أخرى في قادم المواعيد أشكرك ريدا حشلاف رئيس المدير العام لمجموعة صوبي للصناعات غدائية وشكر الموصول لفيصل وحدة رئيس جمعية مرضى السكري فقط باختصار في تواني بالنسبة لليوم اللي رح ندرون في ملعب أشيؤوت هو شعار يوم العالمي داء السكري النساء ومرض السكري لك مدابين يكونوا يجون نساء التمى والدخول المجالي حتى كل العائلات مدابين للعائلات مرحبا بيهم شكرا لك فيصل وحدة إذا المشاهدين في هذا الوقت بالذات يرفع على أسماعنا أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي الجزائر العام